اشهد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي يبذلها معهد البحرين للتنمية السياسية في دعم التجربة الديمقراطية المتميزة في مملكة البحرين وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني مؤكدا معالي ان المعهد حقق نجاحات مشهودة وانجازات عديدة منذ تأسيسه عام 2005 وخمسة جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام رئيس مجلس امناء معهد البحرين للتنمية السياسية والسيد ايمان جناحي المدير التنفيذي للمعهد وعدد من اعضاء مجلس امناء المعهد حيث تسلم معالي نسخة من التقرير السنوي للمعهد والذي يضم معلومات وحصائيات وبيانات عن البرامج التدريبية والانشطة والفعالية النوعية التي اقامها المعهد خلال العام 2019 واعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالدور الذي يطلع به رئيس وعضاء مجلس امناء المعهد في رسم الخطط والاستراتيجيات الرامية لتوعية مختلف فئات وشرائح المجتمع وتمكينهم من ممارسة الديمقراطية الداعمة لازدهار وتقدم مملكة البحرين منوها بالادارة التنفيذية للمعهد وعملها الدؤوب لتنفيذ الخطط والبرامج وفق مسار محدد وواضح من جانبه اكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام رئيس مجلس امناء معهد البحرين للتنمية السياسية حرص المعهد على تعزيز الشراكة مع السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب في تدعيم الانجازات الرائدة لمملكة البحرين كأنموذج في ترسيخ الديمقراطية والعمل البرلماني المسؤول في ظل المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مؤكدا اعتزاز معهد البحرين للتنمية السياسية ومجلس امنائه بموصلة رسالته التنويرية وواجباته الوطنية بالشراكة مع مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية والمجتمع المدني والجامعات في تأصيل الممارسة الديمقراطية السليمة فكرا وتطبيقا في ظل سيادة القانون والتمسك بقيم وثوابت الولاء لصاحب الجلالة الملك المفدى والانتماء للوطن والاعتزاز بتاريخه المجيد وهويته الخليجية والعربية على اسس من التسامح والتعددية والتعايش السلمي والمواطن الحق بما يخدم اهداف التنمية المستدامة الفين وثلاثين